السلام عليكم كم مرة دخلت رمضان ناوي تنزل 5 كيلو من وزنك وطلعت من رمضان زايد 5 كيلو ما تزعلش مش انت الوحدك حتى في امريكا في كاليفورني عملوا دراسة عالمية و 16 واحد لمدة 12 اسبوع اكلوهم نفس الاكل ودوهم نفس السعرات بس نص المجموعة تاكل الاكل ده على 3 وجبات في اليوم الطريقة العادية ونص المجموعة دي يصوموا 16 ساعة وبعدين ياكلوا خلال 8 ساعات نفس كمية الاكل ونفس السعرات اللي المجموعة التانية هتاكلها يعني مجموعة صيمة ومجموعة بتاكل عادي طب والنتيجة لا ان ما فيش اي فرق معتبر بين المجموعتين ايه ده؟ يعني الصيام ملوش فايدة؟ يعني الصيامة بينزلش الوزن؟ يعني الناس بتصوم ومش بتخس؟ هنعرف دلوقتي بس فيش وقت قسيات لازم نفهمها الاول وخليك معايا عشان لو عايز تستفيد من صيامك باحسن شكل ممكن سواء عايز وزنك ينزل او عايز تبني عضلات او عايز تدوب الدهون ولكن الاهم انك لو صنت صح فالدليل اثبت بطرق كتيرة جدا في درسات مختلفة ان ده بيحمي من الشيخوخة وبيمنع امراض وبيحمي من السرطان وحاجات تانية كتير هنعرفها مع بعض ركز معاي من بريطانيا دكتور محمد منصور طبيب البطنة والكلة قناة الدكتور هو يعني ايه صيام؟ يعني هو لازم تبقى مسلم عشان تصوم؟ لا طبعا صحيحنا في رمضان دلوقتي وفي اكتر من مليار مسلم حوالين العالم صايمين دلوقتي لكن تقريبا كل ديانة فيها نوع من انواع الصيام ومؤخرا خلال العشر سنين الاخيرة اصبح الصيام ترند الناس بتصوم مش لاسباب دينية ولكن عشان صحتهم او وزدهم او غيره ويمكن اشهر انواع الصيام هو الصيام المتقطع اللي حضرتك بتحدد والله انا حصوم 12 ساعة وحاكل 12 ساعة حصوم 16 ساعة وحاكل 8 ساعات ويمكن ده اشهر نوع وبيسموه 16 تمانية لكن طبعا فيه ناس بتصوم 20 وتاكل 4 وناس بتصوم 23 ساعة وتاكل ساعة وناس بتصوم اكتر من يوم ويومين وتلاتة متواصل حنعرف دلوقتي هو بس ده يفكرني من 6 سنين تقريبا كان اطول ايام الصيام في السنة بسبب ان رمضان جه في وسط الصيف وكان هنا في انجلترا وفي بلاد اوروبية تانية كان عدد ساعات الصيام في رمضان اكتر من 20 ساعة وده خل عدد من المسلمين يقولوا ان لأ ده مستحيل ده ضد الصحة ده ماينفعش الواحد يصوم في الظروف دي وفعلا بعض الناس كانت ماشية بفتاوى ان يجوز الصيام على وقت مكة او على وقت البلد اللي انت جاي منها او غيره عشان تصوم اقل من 18 ساعة طبعا كل احترام لهذه الاراء يعني ولكن الناس مكادش متخيلة ان بعد سنة وسنتين وتلاتة هيكون ترند عادي ان الناس تصوم 23 ساعة في اليوم وتاكل ساعة واحدة بس مش لاسباب دينية بس عشان صحتها طيب ايه تاني من انواع الصيام اه فيه صيام جزئي ان الواحد يمتنع عن اكلات معينة زي مثلا يمتنع عن الاكلات اللي من اصل حيواني مثلا او يمتنع عن الكافين او الحاجات اللي فيها كافين او صيام كلي ان الواحد يمتنع عن الاكل تماما لفترات محددة فيه صيام جاف ان الواحد يمتنع عن اكل وشرب فيه صيام ماء انك تشرب مية او صيام العصائر انك تصوم بس تشرب عصائر معينة وغالبا بيكون ما فيهاش سكر او ما فيهاش سعرات وفيه صيام السعرات اللي هو انك تحدد عدد معين من السعرات تاكلها في يوم معين غالبا ايام معينة من الاسبوع وغالبا بيكون فيه ايام فري او تاكل فيها براحتك وده ناس كتير بتعملوا عشان يتنزل في الوزن ده غير أنواع تانية كتير من الصيام بتكون تنوعات من الأنواع ديه زي اللي يصوم 24 ساعة ويفتر 24 ساعة أو اللي يصوم 3 أيام كل شهر وغيره وغيره طبعا أنا وحضرتك عارفين إن الصيام المتقطع هو الترند في السنين الأخيرة وطبعا لإنه الترند فهتعمل عليه دراسات كتير جدا السنين اللي فاتت طيب صيام المسلمين بقى أو الصيام الإسلامي نوعه إيه بالضبط آه هو صيام متقطع جاف حضرتك بتصوم عن الأكل والشرب وكل حاجة لفترات متقطعة وتاكل في أوقات في آخر اليوم قبل ما نقول مين يستفيد من الصيام ويستفيد إيه لازم نقول مين الفيديو ده مش موجه له مين يخلي باله قبل ما يصوم ويرجع للطبيب بتاعه قبل ما يصوم الحوامل اللي في الشهور الأخيرة من الحمل مرضى السكر اللي السكر بتاعهم مش متزبط وبيدخله في نوبات هبوط شديدة أو ارتفاع شديدة الناس اللي بتاخد أدوية هرمونية أو مضادات حيوية أو أدوية صرع أو أي أدوية حيوية مطلوب إنها هتتاخد في أوقات أقل من 8 ل 10 ساعات يعني لو صام 12 أو 14 أو 16 ساعة ممكن يفوت الأدوية المهمة بتاعته وطبعا الناس اللي صحتها عموما تعبانة بشكل شديد زي مرضى التهاب الكبد الحاد الفشل القلبي الحاد الكلا الحاد وغيره تكلمنا عن موضوع ده السنة الفات بالتفصيل مش بس لإن الصيام في الإسلام بيمنع هذا الكلام ومش بيطلب من الناس دي إنها تصوم لكن كمان عشان لما نتكلم على الأبحاث دلوقتي الأبحاث تعملت على ناس أصحاء يعني إما أقول لحضرتك الصيام ثبت إنه بيعمل كذا وكذا وكذا ده ثبت على ناس صحتها سليمة مقدرش أقول لحضرتك إنك لو عندك مرض شديد وصومتها هتاخد الفوايد دي بالعكس ممكن حالك تتضهور يبقى ندخل على الفوايد بقى الجزء اللي حضرتك مستنيه بس معلش قبل ما يتكلم الفوايد عايز أقول رسالة صغيرة خالص يعني أنا مسلم بصوم عشان أخد الثواب وعشان أدخل الجنة عشان ربنا أمرني بالصيام دي قناة طبية وبيتابعها ناس من كل الديانات ومش دوري دلوقتي إن أنا شجع حضرتك على الصيام وفكرك بثوابه والكلام ده لكن كمان مش عايز أبقى أنا السبب في إن واحد مسلم كان بيصوم بس عشان يرضي ربنا يقوم يسمع فيديو يقتنع بالفوائد الطبية المثبتة للصيام يقوم يبدأ يصوم بعد كده وفي دماغه أنا عايز أخس وعايز أحمي نفسي من أمراض كذا وكذا وكذا ويفقد ثواب الصيام فالمسلم اللي بيسمع ما ينساش إنه بيصوم عشان ربنا نتكلم بقى عن الفوائد الطبية وطبعا نبدأ بنزول الوزن مش محتاج أقولك إن في دراسة عملت على 241 صاموا عشرين يوم أو أكتر في رمضان وكلهم وزنهم نزل لو الكلام ده مش بيحصل معاك وبتصوم وبتزيد في الوزن يبقى حنعرف ليه دلوقتي بس ما تنساش إن كلمة نزول الوزن دي كلمة كبيرة جدا نزول الوزن لو حضرتك كان وزنك زايد في البداية معناه إنك بتحمي نفسك من أمراض زي خشونة المفاصل والسكر والضغط وأمراض القلب وأمراض المخ وألام الظهر وغيرها 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 فانزول الوزن لو حدك زايد في الوزن ده هدف مهم جدا في حد ذاته رقم 2 ودي مهمة جدا 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 يمكن أهم حاجة تحسين الالتهام الذاتي للخلايا إيه ده كلام كبير تحسين الالتهام ذاتي إيه بس وخلايا إيه يعني إيه يعني أوتوفاجي إيه أوتوفاجي كمان صعبة؟ طب خلينا نشرحها باختصار جوا كل خلية في جسمك فيه حاجات بتتولد وحاجات بتموت كل لحظة الحاجات دي قد تكون مواد كيميائية قد تكون عضيات أو حتة صغيرة من الخلايا أجهزة صغيرة بتعمل شغل جوا الخلية أو تكون هرمونات أو تكون أي حاجة تانية طيب الحاجات اللي بتتولد دي بقى لازم تموت وإلا عفوا يعني الخلايا عند حضرتك حتتملز بالها والمشكلة إن الأجهزة القديمة اللي عند حضرتك في الخلية دي لو تسابت فترة طويلة ممكن تجنن الخلية وتقلبها خلية سرطانية عشان كده في ميكانيزم بيحصل كل لحظة اسمه أوتوفاجي الالتهام الذاتي للجسم أو للخلايا إن الخلية تأخذ الحاجات القديمة اللي ملهاش لازمة وتدخلها في اللايسوسوم المصنع بتاع المواد الكيميائية اللي بيدو بأي حاجة وتحرق وتدو بأي حاجة ملهاش لازمة في الخلية طبعاً الخلية بتستفيد حاجات كتير بتستفيد طاقة من الحاجات اللي اتحرقت وبتستفيد إنها تخلصت من الزبالة اللي ملهاش لازمة طيب غد النظر عن الأوتوفاجي ده لح فوائد كتير في الجسم يعني الخلية بتاكل بيه مفيروسات وبتاكل بيه بكتيريا وبتاكل بيه حاجات ضرة كتير لكن اللي بنتكلم عنه النهاردة هو إن الخلية بتحرق حاجات قديمة عشان تاخد منها طاقة يبقى لو قلتلك إن فيه حاجات كتير بتشغل للأوتوفاجي ده فكر معايا إيه أكتر حاجة العلماء لقوها بتشغل الأوتوفاجي أكتر حاجة هي الصيام أو الامتناع عن الأكل أو عن عدام دخول سعرات حرارية الجسم يخاف الخلية تبدأت تترعب إذا ما فيش سعرات جاية أحرق اللي عندي فالأوتوفاجي بيشتغل بأقصى قوة أثناء الاسترفيشن أو عن عدام الأكل أو الشرب وعلى جنب كده ده أحد الأسباب المهمة إن الصيام الجاف أو الصيام الإسلامي أفضل من صيام الماء الناس اللي بتصوم بس بتشرب مية بالنهار في حتة الحماية من السرطان أو الشيخوخة أو المشاكل دي وعلى جنب كمان ده السبب في إن الكيتو دايت أو الناس اللي ماشي على حمية الكيتو وبتدخل نفسها في حالة الكيتوزيس وما بقاش فيه جلوكوز متوفر للخلايا ففيه دراسات لقت إن الخلايا بتعم الأوتوفاجي من غير ما الواحد ما يصوم يعني بالمجرد إنه دخل في حالة الكيتوزيس ولو عايز بقى تعرف يعني إيه كيتو دايت أو كيتوزيس أو عايز تعمل الحمية دي فحسيب لك فيديوهين شرحت فيهم موضوع بالتفصيل طيب إيه تاني الصيام بيعمله غير نزول الوزن وغير إنه بيحسن الإلتهم الذاتي للخلايا؟ لا بصراحة الدراسات اللي اتعملت عن فوائد الصيام وخصوصا صيام رمضان كتير جدا بيقلل معدل الإنسولين اللي بيزود وزنك وبيسبب لك مرض السكر وبيرسب الدهون وبيعمل نص مشاكل الجسم بيرفع معدل هرمون النمو اللي بيبني العضلات وبيساعد في تناسخ الجسم وفي النمو وفي وظايف تانية بيحمي من أمراض الشرايين التاجية زي ما اتعمل في الدراسات كانوا بيبصوا داخل الشرايين عند الناس اللي بتصوم ويلقوا إن الشرايين محمية لفترات أطول يعني بيحميهم من أمراض القلب بيقلل الدهون الضارة بيحسن ضغط الدم بيقلل الالتهاب وبيقلل النواقل الكيميائية اللي بتساعد على الالتهاب ده غير إن في التجارب اللي على الفقران اللي بيحصل لها نفس الأمراض اللي بتحصل للبشر لقينا إن الصيام بيمنع ظهور أمراض معينة من خرف الشيخوخة زي الزهايمر وبيمنع ظهور أنواع معينة من السرطان ده كمان الفران اللي كانوا بيخليها تصوم يوم وتفطر يوم عاشت فترات أطول كتير من الفران اللي كانت بتاكل كل يوم الدراسات كتير بس المشكلة ده أنا لو أعدت أفصل في كل واحدة من دول حضرتك هتزهق مني وتقفل فيديو وتسيبني قاعدة أكلم نفسي فأنا هعتمد إنك مصدقني وحسيب لك الدراسات كلها في المصادر استمتع براحتك ولو قريت الدراسات دي صدقني هتكرهك في الأكل من الأساس هتحس إن الأكل هو سبب كل مصايب الجسم وإن الصيام بيحمي من كل حاجة تقريبا وانقل بقى على السؤال المهم اللي حضرتك نستنيه مني إزاي تستفيد من الصيام بأفضل شكل خليني أقول لك ألف مبروك أنت عملت الجزء الأصعب أنت صمت فعلا صيام جاف متقطع حوالي 18 ساعة دي حاجة مش أي حد بقدر يعملها ناس كتير من اللي بتعمل صيام متقطع عشان صحتها بتنزل تطبيقات وكتير من التطبيقات على الأب ستور وعالأندرويد كل شغلته إن يمشي معاك لحظة بلحظة ويفكرك إيه ال 16 ساعة بتوعك فضلهم كذا ال 18 ساعة فضلهم كذا ويشجعك عشان توصل لحد 16 أو 18 ساعة لكن لو حضرتك مسلم وصايم فأنت أوردي صايم من الفجر أو قبل الفجر لغاية أداني المغرب فأنت عديت الجزء الصعب تعال أنا استفيد بقى خد بس الأربع نصايح دول ونفزهم كل يوم السوائل اضمن إنك تشرب سوائل بشكل كافي مش محتاجة أقول لك قبل الفطار اشرب وبعد الفطار اشرب وقبل الصحور وبعد الصحور السوائل هي أهم حاجة في الفترة اللي بتاكل وتشرب فيها الأكل مش مهم أكتر من 90% مننا عندنا دهون جوى الجسم الجسم يقدر يحرق فيها وياكل فيها لو قعدنا أسبوع من غير أكل المهم الشر رقم 2 ما تدبهاش ما تكلش لحد ما تموت مطلوب إنك تقلل سعراتك الحرارية مطلوب تقل كمية الأكل اللي بتاكلها في 24 ساعة فاكر الدراسة اللي قلناها في الأول إن محدش فيهم نزل في الوزن رغم إن بعضهم صاموا وبعضهم ما صامش أيوا بس كانوا بيأكلوا نفس كمية الأكل حضرتك عندك 8 ساعات تاكل فيهم بالليل كل فيهم على قد 8 ساعات ما تحاولش تاكل أكتر من طاقتك رقم 3 ابعد عن السكريات لو بعدت عن السكريات فأنت تقريبا ضمنت نزول وزنك في آخر رمضان بس لو بعدت عن السكريات سكريات يعني السكر المكرر ده رقم واحد لكن كمان أي حاجة حلوة ويعني تقلل بالنشويات يعني ما تكترش في العيش وما تكترش في الرز وما تكترش في الماكرونا ورقم 4 خلي أكلك صحي ما هو أنت لو عملت الثلاثة اللي فاتوا هيبقى أكلك صحي بس زود الصلطة زود الحاجات اللي فيها ألياف يعني وابعد عن اللحوم المصنعة بقى اللانشون والسجوء والكلام ده وابعد عن الحاجات اللي مقلية في زيود بشكل كبير لو عملت الأربع نصايح دول على آخر رمضان لازم هتنزل في وزنك لكن الأهم زي ما شرحنا إن صحتك كمان هتتحسن على المدى الطويل إن شاء الله ونيجي للنقطة الأخيرة اللي بتتسأل كتير الرياضة طيب في رمضان ألعب رياضة إمتى؟ سواء حضرتك بتروح جيم أو حضرتك عايز تلعب كرة أو عايز تجري في البيت على تريدميل أو تعمل أي نوع من أنواع الرياضة دراسات كتيرة اتعملت في الموضوع ده وفيه أراء مختلفة ما بين اللي بيقول لك ألعب رياضة في أول يوم الصبح لأن اللعب الرياضة بالليل بيأثر على نظام النوم وبيأثر على نظام الهرمونات اللي هو بنسميه سيركيديان ريثم ولكن الغالبية بتقول إن أفضل وقت هو قبل الفطار مباشرة ده مش بس هيخليك تلعب الرياضة وإنت في أخف حالة لجسمك بطنك ما فيهاش أكل خالص فحيبقى الرياضة أسهل وأفضل لكن كمان هيخليك بعد ما تخلص الرياضة وترتاح ربع ساعة يبقى متاح لك إنك تشرب سواء الكفاية لأنك مع الرياضة والعرق أنت مش عايز جسمك يدخل في حالة جفاف وتقضي اليوم كل جسمك جاف وبعدين نعاني من مشاكل الكلة في آخر رمضان وزي ما قلت لك حسيب لك روابط الدراسات كلها في وصف الفيديو لكن فيه دراسة مخصوصة اتعملت على فوائد الرياضة تحديدا لما تكون قبل الفطار مباشرة وإزاي ده بيساعد في بناء العضلات وحرق الدهون والصحة العامة للجسم وآخر حاجة عايزة أقولها لك بقى إن الناس اللي بتعمل صيام متقطع بتكون أكبر مشكلة عندهم هي الاستمرارية يعني هو نزل في الوزن واستفاد من الصيام لمدة أسبوع أسبوعين أو شهر لكن بعد كده احتمال كبير يرجع في الوزن وما يكملش في فوائد الصيام فعايزة أفكر بقى المسلمين اللي بيسمعوا الفيديو ده إن بعد رمضان عشان تكمل استفادة من فوائد الصيام حاول تثبت يوم أو يومين في الأسبوع زي الاتنين والخميس إنك تصمهم تاني بنية إنك تاخد ثواب لكن كمان هتستفيد من الفوائد الصحية بتاعت استمرارية الصيام شوفكم الفيديو الجاي كل سلام طيبين السلام عليكم